السولد المعروف هو ستة سابيع ابتداء من ستة لكن نحن نسموه سولد صراحة نسموه عملية تسويقية لمنتجات أجنبية بأسعار بهضة بأسعار مشطة لكن بجودة متدنية هذا السولد في تونس أنا شديد ثلاثة كلمات مهمية هو تخفيضات لمنتجات أجنبي بالضبط ثم بأسعار مشطة ثم لجودة متدنية ثلاثة يزمنا نجيو على اليوم خطر هو اللي نعرفه إحنا التونسا ما هوش كان الماركت الأجنبية الماركت الكل يصير فيها تخفيض به أنا الحقيقة معاك العوام الاخرانية هذا التونسي مش العوام الاخرانية ما عنا سنوات وسنوات ونقولوا رانا ما ناش عايشين سولد راو مش صحيح راك تدخل يقول لك نوفيل كوليكسيون ذيكا متمسهش وذيك ما عليهاش سولد اي والأخرى اللي من غاديك قل لك والله يقعد لي فيها كعب الوثين هو تلقى مخبريها بش عام جاي خرجها بأسوام أخرى طبعا احنا ما نعموش واحنا لا نمتلكوا الحقيقة ولكن هذا شي قولوا العباد وهذا شي وصلوا لنا واحنا هنا نوصلوا لكم يعطي كالف صح وهذا عايشين ونحن في كل اي موسم بتاع سولد عننا في رقم تعالنا منظومة كاملة منظومة مستهلك الفاعل اللي قرابت فيها عشرين الف اللي 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 يتواصلوا مع بعضهم وبالتالي المعلومة توصلنا مهما كانت نقطة في اي طراب الجمهوري هذا من ناحية نقول لك سولد علش قولتك عملية تسويقية لمنتوجات أجنبية 80% من اللي نشريوه في السولد هي منتوجات أجنبية هو التوريد مكفف لمنتوجات أجنبية اللي حظوه اللي نعرفوه التوانسة الكل هو الجودة المتدنية متاع المنتوج وهنا نشوف ورا وماناش نشريوه في منتوج جودة عالية مقارنة بالسعر متاحا نحن نقارن السعر نشوفه الأسعار اللي في المجمل سوريا تقاها في سبعين ثمانين توصل تسعين السرويل كيف كيف لكنك تقارن السعر مع الجودة فات فات السوم هذا اي هذا نعتيك الأدنى هنا ديما بش ما يقولوشي لطفي قاعد يهول في الأمور وواحد وكل شي نعتيك الأدنى اللي موجود هذي السعر مقارنة بالسعر ونشوفه المنتوج في بلد المنشا متاعه فرق كبير ياسر تلقاها غاديك بثلاثة بارب عروات وهنا نشريوها بسبعين ثمانين تسعين دينار فما ماركة موجودة الهني لكن وقت اللي تمشي لسبانيا باشتاخذ نفس القطعة هذيك اللي نحن هنا للمركة هذي راهي حنا نحن ماركة كبيرة وغالية نحن نشريوه في هذي رغم حاجة اخر كنت لاحظ انتي مش نفس الجودة اللي تشريها مبارا مش نفس نفس الجودة اللي هنا بكنا نعرفوا عنا اصحابنا وعنا ناس دي يمشي جي كل شيء نشوفوه وماركة معينة تشوفوه الواحدةigi مش نفس الجودة والحاجة بالسعر في شاططة كبيرةенного السعر نرجع الى هيكلة السعر كون يتحكم في هيكلة السعر نحن عليك دي ما نطالبه كمنظمة نونسي رشاد المستعلك بتحديد اعلى ثقاف الهام وشو الربح ابتداء من شراء المنتوج عند التوريد اللي تاجر الجملة اللي تاجر التفصيل وهذا مفصلي على خاطر نحن كتاقاه بانوروه ويجي اندي هنا بيحولك مية وخمسين دينار فبتني فرق كبير ياسر ما نقولوش دينار رطائر نحن نقولو دوتر وزورو نعطيوه الدوبل والتريبل فبتني ما نتقارنش لسعر وهنا نرجعو الهايكلة السعر ونجيو المنتوج التونسي اللي قاعد عايش في ازمة كبيرة من جراء هالتوريد المكثف هذا بتاع المنتوجات الاجنبية وعننا مثيلة في تونس عليش نهار ما نقفوش ونقولو عدم توريد اي منتوج له مثيله في تونس بش نشجعو النسيج الصناعي التونسي نشجعو بالطبع هنا نحن نحن نحييو بعض نحييو المركات التونسية اللي قاعدة تناظل صراحة تني نشوفو نعرفهم عامل اللي يعطي سوتريتونس العشرة والعشرين معمل صغير تونسي بش يخدملو المنتوج ونعرفوهم المركات التونسية للدول وجودة ممتازة وقاعدينو في اسعار مقبولة مقبولة برشو نحن نشوفو نحن نسق بتاع اكتفاع الاسعار بتاع الشيرة الاخرى اللي 80% تغطي السوق نلقاوها الشطط صحيح وهذا راجع لعقود الاستغلال تحت العلامة الاصلية اللي هي مفصلية في غلال اسعار عليش على خاطر هو قاعد يمثل في ماركة معينة يبيع لها يعملها في عملية تسويقية في تونس في العملية التسويقية هذيك عنده هامش شطط كبير في هامش الربح يضرب في النسيج السيناعي التونسي ويزيد يخرج في الدوفيز من تونس يخرج فيه بعنوان خلاص العقد الاستغلال على الماركة هذي هذا مش معقوب